موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة مشاهدين الكرام وأهلا بكم في حلقة هذا المساء من برنامج المشهد أصدر الفاعلون والمستثمرون في قطاع الحج والعمر بيانا نددوا فيه بما وصفوه إقدام وزارة الشؤون الإسلامية على منح صفقة إسكان الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة لموسم الحج في العام الحالي بصيغة التراضي لأحد البرلمانيين معتبرينها مخالفة بشكل صارخ للقانون حسب البيان البيان المذكور شدد على ما قال إنها أضرار ستلحق بالحجاج بحرمانهم من أفضل الخدمات وأقل الأسعار حسب المستثمرين كما أنها تشكل تجاوزا بالغا على الحق الطبيعي للمستثمرين بالقطاع المتمثلي في تكافؤ الفرص دائما طبعا حسب بيان المستثمرين والفاعلين في قطاع الحج والعمر هذا البيان أعاد طرح التساؤل عن صفقات التراضي في موريتانيا والإطار القانوني المنظم بشكل عام للصفقات في البلاد والشفافية في هذا المجال المهم المؤثر على مناخ الأعمال في البلاد نناقش هذا الموضوع مع النايب محمد بويا والشيخ محمد فاضل الذي كان أيضا أثار الموضوع في آخر جلسة للجمعية الوطنية حيث كان الوزير الأول يقدم تقريرا عن أداء الحكومة أهلا وسهلا بكم سيدنا أهلا بكم مرحبا أهلا وسهلا شكرا لو بدأنا بشكل عام عن الإطار المنظم للصفقات أو القانون المنظم للصفقات بشكل عام حتى يفهم المشاهد أو حتى يكون معنا على أرضية واضحة لما سنتحدث عنه لاحقا شكرا أشكر قناة المرابطون على هذه الاستضافة في الواقع حقيقة أن الخلفية التي تحدثت منها كنائب برلماني تعود إلى واقع قانوني في قانون الصفقات الموريتاني وهو يستهدف العدالة في توزيع العقود بين المواطنين والقانون يفصل بهذه القضية بشكل واضح شنهو رقم الصفقة اللي ينسمح بنعطى بالتراضي وعموما في القانون يتيح أن ما دون عشر ملايين من لوقية يقدر مسير يعطيه بشكل صفقة تراضي بينه هو والموري غير لين يتجاوز المبلغ عشر ملايين من لوقية حسب القانون الموريتاني حسب الطلاع عليه نعود لابد لأنه عن مناقصة هي المناقصة شنه فايدتها المناقصة في القانون إلي نعود المبلغ عاد أكبر من التسير العادي اليومي الأمور الجارية يعود مهمة نعود المناقصة لماذا؟ ليها بتخلق عدالة بين المواطنين في توزيع العقود وعدالة بين المواطنين في إتاحة الفرصة للولوج للخدمات العامة وللاستفادة من الأعمال الاقتصادية البلد هذا الجو وهذا الحالة هي هي وجه ترطان فيه في الجلسة العلنية التي عدلت أمام الحكومة التي جاء فيها مع الوزير الأول وعلم فيها حصيلة عمله وآفاقه المستقبلية ألمت فيهن منح صفقة بمبلغ حوالي مليار من لوقية من طرف وزارة الشؤون الإسلامية لأي إن كان ما غادلنا فيه ومنه إنه عمل خارج عن القانون وإنه ما عنده أي سند قانوني وإنه يخرق القواعد العامة لمنح الصفقات الموريتان والسؤال المطروح بسيط شنه فرق بين صفقة في تعدال قدرون قيمتها مليار وصفقة في تزويد بأجهزة كهربائية قيمتها مليار وصفقة بنيان قيمتها مليار وصفقة الحجاج قيمتها مليار هذا كامل يدخل في طار الصفقات العامة للدولة وعنده مصطرة إجرائية واضحة مر بيها اعتراض شكلي معناها على شكل المعاملة اللي تمت منذرة وزارة الشؤون الإسلامية إلي ان عدرت العقد اللي عدرت شنه خلفيتها القانونية اللي فيه هذا هو السؤال اللي مطروحه هو اللي يا الله كان يجبر جواب اللي كان يا الله إن قال هذا عدلناه بين القانون فنالي يسمحنا بأن نعطو صفقات بالتراضي في مبلغ مليار من لوقية هاما وخالق قطعا إذن فمشي ثاني وعدل به خارج عن القانون كبرلماني وكنايب في البرلمان وكمراقب العمل للحكومة دوري إني لين نقدم ونعود عندي معلومات دقيقة أن نخلق تجاوز على القانون ونتم عمليات خارج عن القانون اقتصادية أني وضحها ونقولها للمسؤولين لياك يتم تلافي هذا وتعود العدالة بين مواطنين مطبقة كاملة طيب قبل أن ندخل في التفاصيل والتفريق بين الصفقات القانون عندما يتحدث عن هذه النقطة يفترض أنه أيضا يتحدث عن نقطة أخرى هي العقوبة المترتبة على مخالفة هذا النص القانوني نحن لو كنا في دولة مدنية قوية ودولة فيها القانون المتين وزير في حكومة عدل صفقة ذنبتها يستقع لأنه حالتين إما معدلهم تلقى نفسه وإما جايتوا بها أوامر من سلطة أعلى منه وبالتالي الحالتين هو مخطئ يخرج عن القانون إذا عاد معدلهم تلقى نفسه ووقفت عليه يا الله يستقال ويخرج من الحكومة إذا عاد معدلهم استجاب الأوامر يكشفه يوم اللي خارج عن القانون يكشف عن مصدر هذا الأمر اللي جاه ويستقالوا كاملين هو وذاك اللي أعطاه الأمر هذه الصفقة من الصفقات العام وهي مولي هنا يقولها هذه حكومة في بداية ممارسة للسرطة ما يخلالها شيء به اللي لن يخلالها لا يعود سنة سيئة في منح الصفقات بالتراضي وأكل المال العام والاحتيال عليها خطير ولا يلا نقبلوه كمراقبين برلمانيين مراقبين العام الحكومة ونواب عن الشعب ولا يلا تقبلوه أنتم كإعلاميين يمروا مرور الكلام ويلا تعطوه ما ويلا تهتموا به يلين توطحوا للرأي العام ذا اللي يخلقه وشنه هذا هو اللي ينتظروا مملك قضية في البرلمان تتعلق بمخالفة صريحة للقانون وعندها جانب مالي معناها عاد الاتهام حاصر هو قضية لين تعود مخالفة إدارية تعود جانب معنوي يغلين تعود مخالفة في جانب مالي يعود ذاك عاد ما تلنظيف ولا تلنزيه يكان أصلا ملاهق صاحب حمامة مسجدين يكانوا حافظ للقرآن يكانوا فقيه يكانوا عالم هذا ما عنده علاقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال جربوهم بالدنانيري والدراهم ولا تجربوهم بالصومة والصلاة احنا اللي نسول عن حد في سلوكه في الحكومة ما هو عبادته ولا هو علاقته بالله تخصه احنا اللي نسول عنه تسيره لذي الأمانة اللي نعطاته في حق الشعب ذي الفترة من الزمن اللي هو اللي يسيرها ومحل الكلام يالله يعود نعرف ويكان يعدل سليم ولا ما هو سليم حتى نتجاوز إلى النقاط الأخرى هل النص القانوني يحدد عقوبة يحدد يعني يرتب على هذه المخالفة أي شيء لا ظاهر لأنه ما نظرك مستحضر بمادة القانونية في العفجان بالعقوبات غير ظاهر لأنها الدورة تعودة لعادة اللي ما زال قيد التدارك يالله يلتغى يالله الحكومة تلغيه يعود مها تخلق قعد ضرر والعادة اللي فات تخلق شيء من التنفيذ ويالله يفتح له تحقيق يجي المفتش العامة للدولة ويجي محكمة الحسابات وين يفطنوا فم الخلل أسوأ خلل يتعلق بالإجراءات الإدارية واسوأ لا قدر الله رشوة واسوأ لا قدر الله معاملات مالية ماينزية يالله ينحال ذلك المجال الوزير العدل ووزير العدل الحيل والوكيل الجمهورية ويالعادة فيهم اللي أموال موريتانية فات تنهدرت بطريق نماية سرعية يالله ينطلب من المسؤولين اللي نافقينها يرجعوا الخزينة العام لو هو المطلوب طيب لو بدأنا بآخر هذه الصفقات وطبعا نحن نتحدث عنها هنا بالصغة التي طرحتمها أنتم وطبعا أنتم عضو في الجمعية الوطنية وتعتبرون مصدر للمعلومات أليس هناك مخرج للوزارة يمكن أن تبرر به تقديم هذه الصفقة يتعلق مثلا بالآجال الزمنية فتح مناقصة قد يأخذ المزيد من الوقت ليس لديها هي من المتسع ما يكفي لطرح مناقصة ثم انتظار الآجال ثم انتهاءها ثم أيضا التجارب الماضية مع هذه الوكالات هل تشجع الوزارة على التعامل معها أليست هناك عوامل موضوعية في هذا الملف تضطر الوزارة معها أنها تقدم الصفقة بهذا الشكل شكرا هذا السؤال بالصميم بالفعل نخطير نقول لك أنه الآجال مازال بدونها 6 شهر الحج مازال بدونه نحن الآن في الشهر السابع قبل الحج إذن قطعا ما فيه مش داعي الاستعجال حسب من الطلاعي على العمل الذي يجري في السعودية أنه أيضا توقيع العقود مازال فيها 3 شهر مازال بدونها 3 شهر من السماح حسب المعلومات التي جمعتها أيضا عن عن خدمة الحج حزمة الخدمات التي تقدم للحج أنها أيضا عملية ما تقبلها سر من الإجراءات لأنها مناقصة قلت تقبلها سبوع سبوعين تهيئتها السبوع لفتح المغلفات السبوع لعطاء العقود الشهر الثاني تعود انتهت لأنه في خدمة عند السعودية قال لها المسار الإلكتروني هي هي اللي يعدل فيها كامل وسريعة ما تقبل يومين هذا لياك تتم جميع العقود إذن ما فيه مشكلة للجانب الجانب الثاني اللي تحدث عنه اسمح لي الجانب الثاني اللي تحدث عنه هو قضية الوكالات الهماية بالفعل ها هو اللي يعالجه القانون القانون يعالج أن تنفتح فرصة للجميع تعود مطلوب الضمان المالي المقبول يعود مطلوب العناوين السليم يعود الضرائب يقبلوا حقهم يعود القانون الجبائي يلعب دوره في القضية يعود قانون الصفقات لماذا لياك ما نجبره مد هو اللي كان يخلق في الماضي هو اللي كان يعدل الوزراء السابقين وها هو اللي بعد معالي الوزير الحالي قطعا كان قيل أنه ما هو لا يعدل هو أنهم يعطوه الحد بينهم معها علاقة شخصية ويخلق لك الخدمات السيئة اللي احنا كامل نشاهدين عليها أسوأ من معدلها لكن اللي معدلها يا الله يدقف عليه ومازال في ضمن السنوات اللي قابلة للتفتيش ويا الله يفتش شنه المطلوب لك لكن يتفده سوء الخدمة التي تقدم الحاجة هو قيل فالتو يعد فيطار مناقصة اللي انتخلق مناقصة يعد اللي لا يقبض الخدمة عنده ضمان مالي طارحه يعد اللي لا يقبض الخدمة عنده آجال لدفع المبالغ اللي تنعطاله ومحكوم عنه شهلين يعدل نهاية الخدمة وتنعطاله إفادة بحسن التنفيذ يعد نعطاله بقية المبلغ يعد اللي لا يعدل الخدمة عنده تجربة فنية هو المناقصات عندهم جانبين العرض المالي والعرض الفني حد يقدم عرض مالي قوي معناها رخيصة للحجاج ومقابله عرض فني جيد معناها خدمات ممتازة هذا اللي يعدل لاني جنبوا للمساوئ اللي كانوا يوقعوا فيها الوزراء السابقين بسوء التسيير وبالمحصوبية ومعطى الصفقات اللي كان في ذهنيانا واللي وساني نذير هذه القضية الاختير أولاً هون اسمح لي نشر على قضية مهمة اني كشخص وهذا للأسف يبدو انه ألسنة السوء في التعليق على هاي القضية اعتبروا اني صاحب مصلحة واني عندي نختير نتحدى وزارة شؤوني اسلامية اللي عدتلي من يوم وجيتها قط جيت الوزير حوالي عشر مرات يكاني قط جيت واني عندي وكالة يكاني قط طلبت منه ندور صفقة يكاني قط قط قطل اني لاي نطرح الصفقة اختير نقول هون اني الصفقة ما قط أطرح لها ندورها واني ما عندي نطرح لهم اللي في المستقبل ما هي جزء من نشاطات الاتصالية طيب واضح لا مهم هذه لانه الجماعة اللي ذرنا ذا ركزوا على جانب ما هو حق انا عندي نشاط سياحي يا غير ما فيه تنفيذ الحج اللي عند الحكومة الجانب من الحج العام اللي عند الحكومة ما ممارسه ولا قط مارسته ولا يعني انا ممارس نشاط سياحي ذاني في شي مرتبط طيب واضح حتى نعود إلى الموضوع الرئيسي لا لانه قلبة القضية وعاد كأنه أنا مدافع عن شي ما قط جميع الوزارة الشؤون الإسلامية نتحداهم يكان فيهم حتى قط جيتوا اني عندي ندور نطرح لدي الصفقة والله قط جيتوا اني هامني نطرح لها والله الان فتحت المناقصة دوروا شوفوا كان إلينا نطرح له والله ما إلينا نطرح له طيب حتى نعود إلى النقطة الموضوع الرئيسي في الحلقة نقطة الآجالة الزمنية هي قد لا تكون فقط متعلقة بارتباط الوزارة وعلاقتها بالجهات السعودية هي لها أبعاد محلية الوزارة لا تنظم فقط تقديم المناقصات للمستثمرين هي تنظم أي مجال الحج كامل وعدد الموريتانيين الحجاج واضح شوف أنا قطعت لين انفيدك من هون صدف أنا قطعت قنص الأول القنصرية الموريتانية في جدة حوالي خمسة سنين ومدرك العملية الحج الحج أربع خدمات إليك نعود بواضح خدمة لولا التأشرة وهي تعطيها المملكة العربية السعودية مجانة للمسلمين الخدمة الثانية التذكرة وهذه ما هي ضمن العقد هذا عقد تعدل الفطوط الجوية الموريتانية مفاصل الخدمة الثالثة هي سكن الحجاج في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة وفي المشاعر وخدمة الرابعة نقل الحجاج هاو الخدمات الثنتين هما هم اللي على وزارة الشؤون الإسلامية هما مزاء هما هما مدار الحديث هاو الخدمات إجراءاتهم وإعلام مناقصتهم وضماناتهم ما تقبل صباحة أيام ونختار نأكد لكم سأحقق لنا تجاوز هذه النقطة هي الإجراءات لا تتعلق فقط بموضوع المناقصة هي تتعلق بتوفير أماكن مناسبة البحث عن أماكن قريبة وهذا قطعا لا تحتاجه يعني فترة ستة أشهر هذه اللي نتحدث عنها قد تكون يعني قصيرة إذا قارنناها بعدد الحجاج القادمين للمملكة السعودية والبحث عن الأماكن الأفضل والأقرب للحجاج بارك سوق الحج بالمملكة العربية السعودية مرتب قائمة الفنادق المسموحة يسكنوها الحجاج في المدينة المنورة في دائرة واحدة ينقالها المنطقة المركزية الناس كاملة تعرفها العماير والفنادق اللي يسكنوها مكة المكرمة لا يحطهم موجودة عند المطوفين جميع الشركات اللي عندها ترخيص أنها تكرر الحجاج موجودة عنوينهم موجودة القضية لا تتعلق بالأماكن لا أسمح أيضا المملكة العربية السعودية استثمرت في المدينة المنورة وهو مكة المكرمة لينعاد عدد الأماكن اللي يرفض الحجاج متوفر ما تقلت تجبر حاجة غرب ويجبر بليدي يكريرها لكن هنا الأماكن تتفاوت لكن الأماكن يعني من الطبيعي جدا أنها تتفاوت هناك فيه البعد فيه القرب فيه الخدمات طبيعة الخدمة المقدمة تتفاوت لا تتعلق بكثرتها أو توفرة منذ رأي كانك لا ينسو لك أنا منذ رأي كانك لياك تحصل على ذي الأماكن أشبه لك تحتاج فترة زمنية على الأقل لا ينسو لك سؤال بسيط ما هو معقد ما هو معقد اسمح لي منذ رأي كانك كوزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية عندك ألفين حاجة لا يتسكنهم وتعديهم للخدمة لياك تجبرينهم أفضل أفضل لك تعدي إعلان يعلم به جميع الناس اللي في ذا المجال وتشتغلك عشرين جهة والله ثلاثين جهة في نفس الوقت لياك تجيب لك عروض مختلفة والله تبركي بلقاج واحد وتقفق عليه بيروه معاك وتعدلي معاك قضية شخصية بينكم أنتما ده أي أفضل وأي أسرع وأي أشبه لا شكاً في المنطق العادي اللي مورن الأفضل هو أنه تنعلن العملية للناس كاملة وتشارك فيهم يدور جميع الناس يجيبوا عروضهم في نفس الوقت ويجيبوا اقتراحاتهم في نفس الوقت ويجيبوا معلوماتهم في نفس الوقت بينما شخص واحد لا يجيب لكن يطلعه عليه والله أعلم به بالإضافة لأن القانون يمنع ذا النوع من التعامل في ذا النوع من الصفقات في ذا النوع من الفترات طيب بغض النظر عن ما يتحدث عنه القانون في هذا البعد أليس فيه شيء من الموضوعية لو تحدثنا عن النقطة المتعلقة بتجربة الوزارة مع المستثمرين والفاعلين في هذا القطاع أليس فيه نوع جانب من الموضوعية اضطرار الوزارة إلى التعامل مع مستثمر جديد فهمت سؤالك شو هي الوزارة تجربتها في ذا المجال تعدال العقود بطريقة مباشرة مع ممول حواليه 10 سنوات 10 سنوات تعدلهم تجربتها فيها سيئة تعرف لماذا سيئة بها اللي تعددها اللي يعدل السنة يقبض الوزير واحد راضي هو عنه الله أعلم بهك المشتركين ما يقدي يطلع عليه كوم مولانا احنا اللي جبروا منهم المعلومات لكن يعطي الشركات السعودية لأنها تعطي تكومس للناس اللي كارية من عندها احنا شندوروا يغير ذا النمر انا بنقاشاتي قلت لك لاي نعود جيت الوزير حوالي 10 مرات في هذا الموضوع يغير جيتوا فيه كمراقب للسياسة العامة ماني جايه بشي شخصي ولا قط نتحدى كاني قط اطرحت إليه شخصيا اني عندي مصلحة في ذا العقد اني ندوره إذا كان هذا فيه المصلحة العامة الطلاع على ذا الموضوع أيضا ذا اللي تمثل الدولة هو في كارثة أخرى انت تعرى هندي الفضل لا يتمثل ما هي فلط الدولة هاي فلط الحجاج تعرى الحجاج محصلينها مناش اللي بايع كين قلوا بقر واللي بايع أغنم واللي صدق عليه حد واللي هاديه له حد واللي متوالي عنه حد واللي بايع أتراب واللي متدخروا من مدخرات مرات ببظيفة سغية تعرف جايس الدولة لاش لأنها محل ذقاء تعرف إن أصعب شي إنك تدير ذقتك في الدولة والدولة هي اللي تخون القضية أخانة هالي إنها ما أعطات الفرصة هو الحاج يبحث عنها الحاج يبحث عن أهوان سأر مقابل أجوة خدمة ممكنة لك ما يقدر يعدل أرقاج واحد لياك تعدل لابد يعدلوها عروض مختلفة ها هو اللي يفرض القانون وهو اللي يعدل إليه اللي يفرضوا القانون ويعدلوا يدور تنجبار الخدمة الحسنة مقابل ذلك وقضية قضية شكله توحي بأن الوزارة جاوزة نصوص القانون والقضايا الشفافية طيب زرتم الوزير عشر مرات في هذا الموضوع مشاهدين الكرام يبقوا معنا لنعرف ما الذي رد به الوزير على النائب محمد بويا والشيخ محمد فاضل في موضوع الصفقة الصفقة الحلقة الصفقة طبعا التي نتحدث عنها في هذه الحلقة يبقوا معنا اشتركوا في القناة تحكي آلام وآمال المواطن نقدم لكم برامج متنوعة تناقش مختلف الاهتمامات سياسية وتشريعية وثقافية ورياضية وقضايا رأي العام توخى السبق ونحافظ على المصداقية ونجسد الموضوعية المرابطون الوطن بكل أبعاد حياكم الله مشاهدنا الكرام في الجزء الثاني من حلقة هذا المساء من برنامج المشهد التي نناقش فيها مجال الصفقات في موريتانيا وموضوع صفقات التراضي بشكل محدد على ضوء البيان الذي أصدره الفاعلون والمستثمرون في قطاع الحج والعمر الذي يتهم وزارة الشؤون الإسلامية بتقديم صفقة بالتراضي لأحد البرلمانيين لإسكان الحجاج في موسم الحج للعام الحالي نناقش في هذا الموضوع مع النايب البرلماني محمد بويا والشيخ محمد فاضل الذي أذار الموضوع أيضا في آخر جلسة للجمعية الوطنية أهلا وسهلا بك سيدنا من جديد أهلا بك التقيتم وزير الشؤون الإسلامية تقريبا عشر مرات وكان هذا الموضوع هو موضوع اللقاء ما الذي قدمه الوزير لكم من مبررات شكرا شوف أولا اللقاء نتقيتم مع وزير الشؤون الإسلامية وعاجمني على كله هو كشخص صاحة وعلم وعفة في ذلك بعض اللي عبرت عنه لغير لقيته بهذه القضية ولقيته في قضية محورة ببلايدة منافطة ولقيته في قضية الزكاة ولقيته في قضية إمام مسجد أو أخر كان مقسم المسابقة لكتوى عدلت ساب فيما يتعلق بموضوع الحلقة فيما يتعلق بهذا الموضوع نأكد لك أن وجهة نظره بالنسبة لي كانت سليمة جدا أنه كان يبحث عن طريقة هو العبر لعلم أنه يبحث عن طريقة عادلة طريق منزيها وتقدمت معاه في النقاش إليه أحد مستشاري أنه ندرس معاه صيغة إعلان للمناقصة وتوصل للمسودة إعلان المناقصة موجودة عندي أعلى ترفوني من قبلها طيب طيب هذا كان قبل الإعلان قبل الإعلان تفاجئة الصن وحد بنبينا في أننا وصلنا تقريباً المسودة لإعلان المناقصة حد بعد قراءها وأنا بعد دور إن شاء الله إلى صفحتي حد بعد قراءها يدور يعرف أني ما كنت دور أو الطرف في الموضوع صفقة عامة بشكل نموذجي قطعاً أنا والمستشار داولناها على أساس أن المستشار يطلع وزيره على تفاصيلها وأنها تقر لاحقاً قطعاً أخمس أجزاء للصفقة الجزء الأول يتعلق بالذل تحتاجه ووزارة لأنه الخدمات تحتاج الجزء الثاني يتعلق بالشروط اللي دائرتها الوزارة والجزء الثالث يتعلق بالإجراءات اللي مطلوبة للصفقة والجزء الرابع يتعلق بالدفع للجهة اللي لا يتفوز بالصفقة والجزء الخامس يتعلق بطرق إلغاء الصفقة وقطع أنه كان عرض نموذجي لا يعود في قدر الشفافية وبكل أسف أنا اتفاجأت لأن اللي ألمت أن الصفقة نعطات بالتراضي بينما هي كان يعدلها تدخل الصجم منين أنا هنا أراني ما نتهم لا معالي وزير الشرون الإسلامية حاشة أنه معدل شي اللي إياك يجبر منه شي لا ما نقدم نتهمه بذلك لأن ذلك يقدم نقوله ألا قاضي يعني ما نقدم نقوله يغير اللي نقدم نقوله بوضوح أنه ثم تغير جذري أخلق في المصطر كانت معالية تعدل بها عملية الحج من منينجة يكانوا تغير رأي من الوزير ما قابلته بعد ذلك يكانها أوامر جاتوا من جهة أخرى هو أدرى بذلك والله هو المطلع بالنسبة لي إلا عاد تغير من شخصه هو يالله اللي يفوقه يوقف الصفقة وإلا عادهم العاطين أوامر كان هو يالله يابع عن ذلك لأنه قطعا قناعته حسب إجباري معاه أن الصفقة يالله تتم طريقة شفافة ولا يالله تتم بيطريقة اللي يعدل طارك وهذا نرى هم اللي ما عنده علاقة بالجهة اللي كسبت الصفقة ذاك شي خصها أنا ما نتحدث عنها ولا عندي أي شي ضدها أنا نتحدث عنه العملية بشكل عام إن جانب الشفافية نفقد في هذه الصفقة وإذا نتحدث عنه كجزء من خيارات الوطن وكجزء من حقوق المواطنين وكجزء من القانون اللي موجبأ ليا مراقبة عمل الحكومة في ذلك تقوم به في ذلك الفترة اللي يعودنا في البرلمان طيب هذا يقودنا موضوع هذه الصفقة يعودنا إلى موضوع صفقات التراضي بشكل عام الرئيس السابق أيضا كان قد تحدث عن أنه في بعض الحالات قد يلجأ لها لها صفقات التراضي أنتم في كجهة تشريعية كجهة رقابية موضوع صفقات التراضي في موريتاني شوف أستاذ صفقات التراضي هي أسوأ وسيلة لتسهير المال وهي أثقل وسيلة على مقدرات البلد وهي أرض أملي وسيلة لإنهاك الاقتصاد هي بصفقات التراضي شيني معناها معناها أنا وانت قفرنا علينا البيض وتراضينا علاش إله نعدلوه احنا لو كنا على بابنا ما نحتاج ونقفره علينا ولا نحتاج أنا وانت وحدنا نتراضيه ونكشفوه للعالم في الفترة الماضية خلقت صفقات تراضيه بكثرة نعطي منها أمثلة خطيرة خلقت صفقات تراضي بناء مطار نواكشوت خلقت صفقات تراضي لبناء قصر المرابطة خلقت صفقات تراضي في إطار البيبي في ميناء نواكشوت خلقت صفقات تراضيه متعددة وسيئة كاملة ما تقلتش صفقات تراضيه ما جبارتها سيئة غير إحنا هم ما نفطور مراجعة شي ما هو بين يدينا إحنا هم بين يدينا رواية ما هل تخلقت وبالتالي حكومة جديدة عندها عدة صفقات تعدل أيام فيها صفقة المحروقات مهما لأن صوق صوق ذادينا نقولون نحن قزوال ينعكس على صوق الكهرباء وينعكس على صوق النقل وينعكس على صوق المواد الغذائية وهي الصفقة بين يدينا أيضا يا الله تشتد أخبارها الظروف التي تتم فيها طيب الحالات هذا يقود إلى الحالات التي قد يلجأ فيها ونتحدث هنا عن الحكومات الحالات التي قد تلجأ فيها الحكومات لصفقات تراضي هذه الحالات هي حالة الكوارث إلي أن يخلق كارثة تعود لإياكم وفروا هذه الخدمة ما في موقت تلينا لأن لا ينقولوا من عنده وهي ينشروا من عنده نعطي مثال لا قدر الله يخلق سيد تعود مدينة من كوبا لإياكم وصلوا لها المواد الغذائية مع أن لا نعلنوا صفقة ونتحرروا الضمانات إياكم نجيبوا المواد الغذائية والمواد الأولية لا هي تقول الدولة التي عنده موجودة يجيبون لأن لا ينشروا من عنده بالقائل لأننا نحتاجوه في ساعة ما وصل حالة الكوارث الحالات الثالثة حالات الإضطرار يعود في الحالة اضطرت الدولة سياديا يعني تقعد حالة سياديا يعني تقعد غالبا في المجال العسكري تقعد الدولة مضطرة أنها تعدل الصفقة بالطريقة لأن المجال الذي تمسه مجال سيادي ما هو قابل لياسر من التداول وهذا أحيانا يخلق بالجوانب العسكرية والأمنية الحالة الثالثة أيضا التي تخلق فيها هي حالة حالة الأمور انعدام انعدام مقدم الخدمات غير الشخص وحيد وهذا يخلق في الاختصاصات النادرة كيف ماذا نتعود الدولة اليوم تحتاج تحتاج لطب أنكولوجيا ماذا نقول تحتاج له مادة كيميائية لا يتزودوا بها من المواد التي تعمل لمعارسة المرضى وموريتان ما هم مختبر عنده ما هم مختبر واحد هي مضطرة تعدل الصفقة معها مختبر بالطراب لأنه هو الوحيد الذي قدم الخدمة كيف مثلا نتعود في مجال الاتصالات نعطي ميئة جزال تم الدولة اللي ينتفصل أنها عندها قمر صناعي لا يتتعامل عن مجال الاتصالات أيضا ما هو موجود يكون عند شخص واحد ذلك الشخص لا بدأت التعامل معه إذن المجالات صبقات تراضي محدودة وكاملة فيها المصلحة العام حالات الكوارث حالات الاضطرار حالات أيضا انعدام الخدمة إلا عند شخص واحد طيب في البعد القانوني إذا صح وصفه بذلك هل يمكننا أن نتحدث عن قصور في البعد القانوني يتعلق بمستوى التجريم لصفقات التراضي أم نتحدث عن بعد آخر يتعلق بتطبيق البعد التجريمي لصفقات التراضي صحيح هو المشكلة هو المشكلة أن الصفقات التراضي إذن يجبرها في قراش وإذن يأتيها إن قال أنه إداري متمرس يعرف بل من إذا يجاه هاي الثقافة هي اللي تعالج بس من الحالة تعالج تعالج إذن يعود ذلك بل صفقات التراضي ذلك يأتي صفقات التراضي يطبق عليه القانون لدال إنحبس موجب ذلك المعدل يغرم وينقبامون وذلك بل صفقات التراضي أيضا تطبق عليه قوانين العقود والالتزامات وقوانين الصفقات ويندالوا عليه المخالفات اللي الله تندال عليه إذن تعود هون ماتات مكسب مالي عادت بصاحبة لا يدخل مشكلة اللي لا يجرع عليها قاعد يقول لي عزمات لخارج وكانت مولي الزمن اختلف كان مولي صفقات التراضي يعطيها واحد الواحد ما عالم بها حد والبرلمان ما فيها الواقش مثل من ذلك وفيسبوك ما هو خالق والمرابطون يكساعة معاي خالق والإذاعات ما هم خالقين اليوم الوضع مختلف التنين تطيص واحد مسؤول على صفقات التراضي الواحد لا أريد أن نعلم به والذي نعلم به تنقال في البرلمان تنقال في البرلمان تنقال في البرلمان تنقال في مرابطة وتعدل عنها حلقة وتجي وكالة أنباء أخرى وتعدل عنها تقرير وتعادت عاملية رائع عام إذنها لم تكن مولي مقبولة لم تكن صح لأن هذه السكوت عليها لم تكن تغمرة نحن اليوم مدركين أن رئاسة الجمهورية علمت أن الصفقة خالقة وأن الوزارة الأولى علمت أن الصفقة خالقة وأن الوزارة الأولى الإسلامية أعطيتها من درجة السكام التي كانوا لا يأخذ بالحال لا يأخذ نعود أن يأخذ بالحال لا يأخذ معنا أننا قايسين وهون أنتم كجهة تشريعية كغرفة وحيدة تشريعية في البلاد أي دور لكم أي مسؤولية تتحملونها في مجال الرقابة في مجال التحقيق في هذه الصفقات يعني أنتم أين أنتم في هذه الحلقة دوركم أين هو بارك الله نحن دورنا هذا هو دورنا أنا درك كنايب برلماني يا الله نسائل الوزير عندي الصفقة وإلهي نعدلها إن شاء الله وطعا يشيروا سؤال مشموعة ونقاش حولي الصفقة بس من حال يعطيها يشرحنا ونقول نفطن شيء نعلم ما نعرفه ونقول نقول نشمالنا عالمين بي الله وعلم يقول يطر عليه شيء يبرط دورنا كمجموعة ثرق برلمانية منحوها الحكومة تعطي هذا النوع وتعدل هذا النوع من المعاملات يبقى الدور الأهم الصقع ما هو دور المواطن والناخب العادي إنه لا يصوت لا يصوت الحزب السياسي ولا يصوت الحكومة توكل المال العام بالطريق هو الأساسي هو المهم في العملية هو يا الله ينشاد به وانتم كإعلاميين وكصحافة هم 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 اللي تعبؤ المجتمع وهم اللي تثقفوا وهم اللي دوركم تشرحوا شنه معنى الصفاق أتترى هني اليوم يقولوا أنا هون تعليقات عندي على صفاق في فيسبوك وحدين قاع صفاق التراضي ما يعرفون يقولون صفاق التراضي أنا أحد يعطي شي ما هو لون الدولة الواحد ذاني ما فات عادي يستحقوا من المواطنين ما يشق في المواطنين بذلكم مشاهدين الكرام نتعلى أختم هذا العدد من برنامج المشهد باسمكم جميعا أشكر النائبة بالجمعية الوطنية محمد بويا والشيخ محمد فاضل وأشكركم على طيب المتابعة إلى أن نلتقي في عدد جديد هذه تحياتي وتحيات فريق العمل شكرا وإلى اللقاء